أذهب لضيفة آخر ينضم إلينا الآن عبر الانترنت من نيويورك. السيد أحمد بن شمسي المتحدث باسم Human Rights Watch. سيد بن شمسي أحييك. حقيقة الأرقام أنت بالتأكيد تتابع معنا. أكثر من خمسة آلاف شهيد فلسطيني. خمسة عشر ألف مصاب. والأفضع سيد أحمد أننا أمام أكثر من ألفين من الأطفال. وأكثر من ألف وخمسمائة من النساء. أرقام خطيرة من الممكن أن نقول عنها في حروب تدوم لشهور. وليس فقط في خمسة عشر أو سبعة عشر يوم. أنتم من هذه الناحية كيف تنظرون إلى الأمر سيد بن شمسي؟ فعلا هي أرقام غير مسبوقة ومخيفة جدا. وننظر للأمر بقسرة واستياء كبيرين. لأن هذا المستوى من العدوان لم نصل إليه أبدا من قبل. يبدو بكل وضوح أن الضربة الإسرائيلية متهورة. لا تفعل اللازم للتفرق بين المدنيين والعسكريين. وبذلك هي انتهاكات واضحة لكانون الحرب. وقد ترقى إلى مدرجة جرائم حرب. فضلا عن مسألة أن المياه والكهرباء وعدم إدخال الوقود والقليل فقط من المساعدات. هو حال القطاع أيضا الآن. البعض يتحدث أن هذه جرائم حرب. هذه إبادة جماعية لساكني وقاطني قطاع غزة من الفلسطينيين. هل مثل هذه التوصفات صحيحة وفي محلها وفقا للقوانين الدولية سيد بن شمسي؟ فعلا صحيحة وفي محلها. لأن هذا بمثابة عقاب جماعي. والعقاب قطع الماء والكهرباء على مليونين شخص أو أكثر من مليونين شخص. والوقود وهي مواد حيوية. ويقف عليها مليونين شخص لكي يعيشوا. لكي يبقوا أحياءا. فقطع تلك الموارد خلافا لما فعلته الإسرائيل في الحروب الماضية مع غزة. هو بمثابة عقاب جماعي. يعني عقاب كل الساكنة لأفعال اقترفها قلة قليلة من المقاتلين. وهذا تحت القانون الدولي ينطوي. تحت العقاب الجماعي الذي يشكله كذلك جريمة حال. هل ستصدرون تقارير قريبا في هذا السياق؟ تجمعون فيها كل الذي حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في Human Rights Watch سيد بن شمسي؟ أصدرنا تقارير. قبل أسبوع أصدرنا أضم ثلاثة وأربعة تقارير مختلفة على موادع مختلفة. منها استعمال الفوسفور الأبيض. وهو كذلك انتهاك لقواد الحرب. عندما يستعملوا على فوق مناطق آهلة بالسكان ومكتظة مثل غزة. طلعنا تقرير على الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية التي يعرقلها إسرائيل مرتكبا. كذلك انتهاك خطيرا لقانون الحرب. أصدرنا تقريبا معدل تقارير كل ثلاثة أو أربعة أيام. ولدينا فرق مختلفة تشتغل الآن على الوضعية من جوانب مختلفة. من جانب المساعدة الإنسانية. من جانب ملاءمة أو غير ملاءمة مع قوانين الحرب. من جانب استعمال أسلحة محضورة. من جوانب مختلفة. نحن واقفين ساقا وقدما على متابعة الوضعية المتطورة التي تتطور ساعة بعد ساعة. كيف تنظرون للتعامل الدولي. خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. من قبل الدول الغربية. مع هذا يعني الدعم غير المسبوق. والتفهم أيضا غير المسبوق. لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة. صراحة الدعم ليس غير مسبوق. واجدواجية المعايير ليست غير مسبوقة. لكنها ربما تظهر بوضوح أكثر لأن الوضعية أخطر مما كانت عليه من قبل. عندما يموت أربعة آلاف مدنيين من جراء قسف يبدو عشوائيا بعد أسبوعين. وهذه كما تفضلت حصيلة لم نصل إليها إلا بعد شهور من الحروب في الحروب الماضية. والآن وصلنا إليها بعد أسبوعين. فاعتدنا مع شديد الأسف أن تغض الدول الغربية والدول العظمى الغربية البصر من انتهاكات إسرائيل. لكن هذه المرة تفعل ذلك رغم أن الحصيلة أتقل بكثير. فإذا كان سؤالك هو ماذا نظن عن المواقف التي اتخذتها الدول الغربية. فهذه المواقف تظهر بكل وضوح ازدواج المعايير والكيب بمكيالين. ينتقدون جرائم الحرب عن حق وجدارة عندما تتكبها حماس. لأن ما فعلت حماس كذلك جريمة حرب. قتل مدنيين واختطافهم كرهائل. لكن لا يقولون شيئا فيما يخص جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل. وما أكثرها منذ أسبوعين. للأسف مجلس الأمن القو. مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما يبدو حتى الآن عاجزة عن اتخاذ مواقف حقيقية لإيقاف إطلاق النار وإيقاف هذه الحرب على المدنيين في قطاع غزة. وواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقطع أي طريق في هذا السياق. هذا يعني أن هذه المؤسسات ستظل عاجزة لفترة طويلة. سيد بن شمسي عن اتخاذ مواقف حقيقية ضد ما يحدث من انتهاكات إنسانية تجاه المدنيين في القطاع. أنتم تعرفون كيف يشتغل مجلس الأمن. حاول بطلب من البرازيل قبل أيام أن ينشر تقريراً قولة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية. وعرقلت هذا التقرير أمريكا باستعمالها حق الفيتو. يمكن أن نتأسف على هذا الأمر. لكن الواقع هو هذا. مجلس الأمن لا يصدر أي قرار بدون إجماع الدول الموجودة فيه وأمريكا. ما فتأة استعملت حق الفيتو في تقارير ماضية كانت دين إسرائيل واستعملتهم مرة أخرى. إذا ردنا في ثلاثين ثانية أن نلخص متابعتكم لهذه الانتهاكات وهذا العدوان الإسرائيلي على القطاع في يومه السابع عشر. ماذا نقول سيد بن شمسي؟ نقول أن هناك سياق طويل المدى من الاضطهاد والفصل العنصري والانتهاكات الحقوقية المختلفة التي ارتكبتها إسرائيل. ثم وقع ما وقع يوم 7 أكتوبر حماس ارتكبت جرائم حرب في حق المدنيين الإسرائيليين. وردا على ذلك إسرائيل ارتكبت جرائم حرب أخطر بالنسبة لعدد الضقايا. فالآن نحن في وضعية حيث جرائم حرب تجيب جرائم حرب أخرى وهذا تسعيد خطير يجب وقفه في أقرب حال لأنه لن يؤدي إلى أي خير. السيد أحمد بن شمسي نتحدث باسم منظمة Human Rights Watch كنت معي عبر الإنترنت الجزيل. شكرا لك.